أسأل كمان في ذات السياق عن حقيقة التصوف ولذلك قلت هل هي فرصة أن يصبح الجميع متصوف أو الجميع صوفي في رمضان ما هي حقيقة التصوف التي قد تجعل منا جميعا في هذه الأيام على طريق صوفي حقيقة التصوف هي التزام كامل بالكتاب والسنة وبمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الكرام والصحابة والتابعين لأن احنا لما بنرجع للطرق الصوفية بنجد أن كل طريقة لها اسمه سند التلقين سند العهد السند ده يعني أنا أخذت هذا العهد عن والدي عن جبدي عن شيخي لحد لما نصد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي أخذوا سند التلقين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب والأكثرية أو أكثر الطرق من سند سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر الصديق ومنه السادة النقشبندية وبعض السادة القدرية أخذوا عن سند سيدنا أبو بكر الصديق ده يعني سند الذكر والتلقين لأن التصوف يقوم على الذكر والذكر هذا زيادة عن الأركان الخامسة يعني التصوف لابد أن أنا أؤدي أركان الإسلام الخامسة لابد أكون مؤدي ثم أزيد في النوافل بنظم ده الحديث القدسي اللي هو من عاد لي وليا فقد آزنته بالحرب وما تقرب عبدي إليه بشيء أحب مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فزيادة القدر لابد زيادة في النوافل الأصول أو الأساسيات الأركان الإسلام لابد أن تؤدى ثم بعد ذلك نزيد في النوافل بذكر الله والصلاة على سيدنا الرسول الله والاستغفار وخيام الليل وكل هذه العبادات هذه التي توصل العبد وترفعه وتقربه من الله سبحانه وتعالى فده هذا يتحقق في رمضان لأن النسان يصوم يمتنع عن الطعام والشراب في نهار رمضان ويقرأ القرآن الكريم في ليلة رمضان يقوم لله يجتهد في العبادة وصلاة القيام وصلاة التهجد وكل هذا يحيي هذا الشهر في عبادة لله فيكون أقصر قربا من الله سبحانه وتعالى ونعم بالله